وهي قضية أهمية هذه النواة التي تؤسس في هذه المناسبة وهي نواة الأسرة هذه الزرعة هذه لتحمل في طياتها كل مكونات الأمة شيء ذاك النال والذك الصغير تيسولك قد تكون فاتح مثلاً شيء تفاحة ولا شيء بعودة ولا فاتح شيء دلحة ولا حاجة اللي كيكون فيها العظم ديالها الداخل فتيسولك يقول لك واش هاد الحبّة هذه هي اللي كنخرجوا منها هاد مثلاً قد يقول لي هاد العظم ديال التمراء وولي كنخرجوا منه هاد الشجراء ذاك النخلال الكبيرة اللي كتعطيه تمارك هذا العظم ديال التمراء في المكونات ديالقاء نخليكين في الدنيا وهاديك الحبّة اللي ينوز دلّها في مشيه لغدا تعطاك دلّها غدا تعطاك النبتال اللي غدا يتنوّد لك دلّها ودلّها ودلّها فكذلك الأمة النواة التي تحمل كل مكوّناتها هي الأسرة ما نسوش باللي أن الأصل للإنسان رمشي نزل في الرادي للدنيا الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام وسواه ونفخ فيه من روحه وعلمه أمورا لم يعلمها الملائكة وأسجد له الملائكة لم يدخله الجنة إلا بعد أن خلق له زوجه وإذ قلنا للملائكة اسجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكونا أنت وزوجك الجنة جنة ما دخلش يسكن في أبو حدو علاش لأن الأرض لغدا ينزل لها آدم أن نسد ربّرها بيّن الأمر قبل ما يخلق سدنا آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلون في نسد في الأرض خليف قبل أن يخلقه راهم قيد لي أنه غادي هبطوا الأرض لكن خصو يدخل الجنة باش يعرف مجموعة من الأمور تتعلق بمكامن ضعفه ومكامن قوته يعرف بها ربه سبحانه وتعالى بالقوة المطلقة ويعرف نفسه بالضعف المؤذاتي ويعرف عدوه الحقيقي ويعرف عدوه الذي بين جنبيه لهو نفسه يعرف أن الذي معه هو مساند له في السراء والضراء يمكن أن يعتمد عليه يعرف أن هذه الأمور كلها كأنها فطرات إن صح التعبير فطرات تدريبية لما هو مقبل عليه في الأرض لما أهبطا من الجنة أهبطا وهما أسراء فأول مكان من تواجد البشر على الأرض إنما هو تواجد على شكل أسراء بمعنى ونحن نتحدث عن الأسراء نحن نتحدث عن أول مكون لهذه الأمة سواء أمة البشرية على وجه العموم أو لأمة الإسلام على وجه الخصوص إلى قرية القرآن من الفاتحة للناس ما غطلقاش لفظة الأسرة كلمة الأسرة مكينش في القرآن لكن عبر عنها الشرع بمجموعة عريضة من المرادفات التي في كل واحدة منها تحمل معنا معينا القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري